حالة التقس المقصرة في خيري مقصرة في مصر كلها والحقيقة مقصرة في اسكندرية بشكل فوق الخيال اللي فينا النهاردة قاعد يتنضر ويقول اسكندرية بقت جزء من أوروبا بعد ما اكتسح التلج وكسى شوارع اسكندرية بدءا من الفجر يعني أسبحت الاسكندرية حديث مصر كلها بعد تساقط التلوج في عدة أماكن من المحافظة زي العطارين الجمرك بحري اللبان المنشية محرم بمناطق كتيرة جدا وشوارع الناس بدأت تنزل وتصور فيها أثر الأقدام والعربيات وهي مغطيها التلج والشوارع مغطيها التلج وبدأ السؤال احنا فرحانين ولا قلقانين الموضوع رايح على فين النهاردة اجتماع مهم جدا عقدوا أسايد رئيس الوزراء لمناقشة الاستراتيجية المتكملة لإدارة مياه الأمطار في محافظة اسكندرية أمطار غير عادية أجواء غير عادية لازم يكون لها خطة استراتيجية الاجتماع ده أكد فيه السيد رئيس الوزراء أن السنين الأخيرة أثبتت فعلا أن لازم يكون في حل جزري علشان نواجه الظروف الجوية الصعبة في اسكندرية وقال لازم يتم وضع حلول دايما ومختلفة ووضع خطة بتكلفة تقديرية عشان ننفذها الوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع النهاردة طرحوا كذا نقطة علشان تكون حل للأزمات اللي بتتعرض لها اسكندرية نتيجة الأمطار الغير مسبوقة دي منها مثلا فصل شبكة صرف الأمطار عن شبكة الصرف الصحي في اسكندرية لأن الضغط لما بيكون عليها كتير بنشوف الشوارع بتبقى غرقانة وبتتعطى لحركة المرور كليا وخصوصا في الأنفاء وتحت الكباري كلف رئيس الوزراء أيضا بسرعة إعداد رسومات التنفيذ للبدء مع انحصار أنه النوات اللي موجودة في اسكندرية خلال الفترة اللي جاية ووجه بسرعة الوصول لرؤية موحدة لكل الجهات بشأن استراتيجية عرضتها جمعة اسكندرية بالفعل وخطط شركة الصرف الصحي وكمان إجراء تدقيق كامل للبيانات رئيس الوزراء نبه في الاجتماع بتاع النهاردة لضرورة أن تتضمن الحلول الوضع في الحسبان ما يتم حاليا من مشروعات تنموية واسعة في اسكندرية وهي مش قليلة أبدا يعني فيه مشروعات كبيرة جدا بيتم العمل عليها في اسكندرية مناطق بالكامل يتم إعادة تأهلها وإعادة رسم خططها مناطق سياحية كاملة زي اللي بيحصل في المنتزه مناطق منطقة قلعة قيت باي واللي بيتم فيها من مشروعات كبيرة سياحية وغيرها وأيضا مشروعات سكنية في اسكندرية طبعا ده كان بالإضافة للتوجيه لإعداد دراسة متكملة لشوارع اسكندرية يعني مناسيب الطرق المياة الزيادة توجيهاتها حتكون من أي طريق لطريق لأن ما يخفاش عليكم كلكم اسكندرية عبارة عن مرتفعات ومخفضات نظرا لأنها مدينة تحتها مدينة كعادة مصر لكن اسكندرية الأكبر اللي بيحصل في اسكندرية بيخلينا نطرح السؤال تغير المناخي اللي بنتكلم عنه وبنتكلم عنه بشدة واللي سألنا عنه هنا في حديث اسكندرية وقلنا السؤال وطرحناه على رئيسة مركز الاستشعار عن بعد يا ترى فكرة إن اسكندرية قد تمحى من الوجود وتغرق مدينة اسكندرية دي فعلا وردة قالت الدراسات بتقول كده لما سألناها عن المدة الزمني والمدى الزمني قالت خمسين سنة الإجابة كانت صادمة لكن الإجابة دي ستستدعي مننا خلال الأيام الجاية إن إحنا نناقش الموضوع بعمق أكبر إيه اللي بيحصل في اسكندرية وهل ده نتيجة التغيرات المناخية ولا شيء عادي وإذا مش شيء عادي إيه اللي بيحصل علشان نتفادى الأزمات اللي ممكن تتعرض لها الشتاء اللي جاي اللي احنا عايشينه حاليا اللي بدأ بدري قبل يوم 21 هل هو أصع من السنوات اللي فاتت بدأ كده ببرده قبل في أواخر فصل الخريف هل السنين اللي جاية هتكون أصعب وأصعب؟ طب نعمل إيه؟ أسئلة كتير جدا هنحاول نجاوب عليها من خلال ضيوفنا المتخصصين اللي هنستقبلهم على مدار الحلقات اللي جاية طيب إيه رأيكم بقى؟ دلوقتي نطلع لعنة